طلاب أهلا بكم مرة ثانية أعتذر لانقطاع الفيديو لكن نواصل ما بدأنا أنصتنا إلى النص وسمعنا وحلينا الجزء المتعلق بإستراليا فاكت 5 الآن هخليك تسمع الإنصات من أول وتابع معي وحاول توجد الإجابات أو الكلمات المقصة في الإنصات ثم بالرجوع إلى الإنصات L3.5 تقدر تكمل اللي فاتك L3.5 مينامي أوليور أعيب في أستراليا هناك حوال 24.1 ملايين في أستراليا أحد الأشياء المتعلقين هنا هناك أولارو إنه أكبر أكبر في العالم لدينا أيضا بعض الأشياء المتعلقين يمكن أن نعرف إلى 5 متر إنه أمريك في الأستراليا آخر ستسمع في أستراليا موسيقى 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 اوكي الان حاول انك تكمل النقص الاشياء النقصة هنا في about the china fact file وفي الماليجيا fact file واذا وجدتوا صعوبة استمع مرة ثانية من listening L3.5 نروح الاتيفتي 4 read and complete use the information from the fact files to complete the questions below عليك الان تكمل الاسئلة how many rooms does the biggest hotel in the wallet have ابحث عن الاجابة فوق الان انا اطلب منك تنقل الاسئلة الى كتاب الى الدفتر مكتوبة صح تكمل الاسئلة وتكتبها في الدفتر ثم تبحث عن الاجابات وياليت اجابة كاملة اجابة كاملة how many rooms does the biggest hotel in the wallet have i can say that it has of the biggest hotel in the wallet has 7351 rooms yeah واذا في صعوبة اوكي i accept the shorter answers عادي هنقبل الاجابات الصغيرة القصيرة what is the ناقص كلمة where is the وفي الغالب الكلمات الناقصة هتكون من الصفة صفة الاسئلة how high is the wallet yeah بدون that how much does that صفة asd which country had that ابحث عن الكلمة الصحيحة وبعد حل الواجب يرجى ارساله الى المعلم number five activity five ask an answer وهذا اللي انا طلبت منك واجب فوق فهو المفترض على سبيل speaking هنا ask and answer the questions from activity four هذه الاسئلة بعد ما كتبتها in pairs مع زميلك في الصفة use the fact files to find the answers think of three more questions to ask your partner وكون اسئلة اكثر من هذه اوكي يكفينا نشاط اربعة اللي طلبت منك كتاب السؤال والاجابة هو هنا how many rooms does the biggest hotel in the wallet have the biggest hotel in the wallet has السؤال اللي اجابناه فوق اذا مطلوب منك كتابة الاسئلة وكتابة الاجابات كواجب على هذا الدرس اراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معكم احمد الفرحات